حوادث غامضة ضربت الداخل الإيراني في الثلاثة أيام الماضية وهناك شبهات بأن إيران تعرضت مرة أخرى إلى هجمات سبرانية تسببت بهذه الحوادث ودعونا نذهب إلى أحدث حادث تم هو تم يوم أمس بين قطارين بهذا الشكل فجأة اصطدم واصطدمت هذه القطارات بهذا الشكل وأدى الموضوع إلى جرح 22 شخص اثنان من هؤلاء الأشخاص كانوا في وضعية سيئة للغاية وحرج بالإضافة إلى أن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى وأحد عشر شخصا تمت معالجتهم في الموقع وهذا أثار استغراب الكثيرين كيف لهذا الحادث أن يحدث بهذا الشكل وبهذه الطريقة ولكن دعونا نذهب الآن لنتعرف إلى موقع هذه القطارات وأين بالضبط هي تمت هذه العملية هي تمت هنا أمامكم العاصمة الإيرانية طهران هي تمت غرب طهران وتحديدا هي جاءت بهذا الاتجاه من عمق طهران تقريبا 15 كيلو مترا تصل إلى هذه النقطة هنا بهذا الاتجاه تمت هذه العملية وهذا الحادث بين القطارين دعونا نذهب إلى عدد من اللقطات التي أخذت من عدد من الناس لنتعرف بالضبط وين بالقمر الصناعي هي موجودة إذا ما جئنا إلى هذه اللقطة التي تبدو غير واضحة نوعا ما بسبب الفيديو والكواليتي والنوعية للفيديو طبعا أولا هنا مرتفع كما نلاحظ بهذا الاتجاه هو واضح بأن المصور يقف على مرتفع بالإضافة إلى ذلك هنا شجرة واحدة وهنا شجرتان وواضح بأننا أمام منخفض هنا هناك شيء في هذا المنخفض بالإضافة إلى ذلك بأننا أمام نقطتين وكأنها سقفين بهذا الشكل وهذا يوضح بأننا أمام محطة انتظار الناس تنتظر عادة في هذه النقاط وهذا يدلل من وجود أيضا القطارات بهذا الاتجاه بأنها محطة انتظار للناس لكي ينتظروا القطار يسعدوا إلى القطار أو ينزلوا من هذا القطار دعونا نذهب إلى لقطة أخرى لنأخذ علامات أخرى لنتعرف على القمر الصناعي أين هذه النقطة بالذات هذه الصورة واضحة جدا هذا هو القطار والحادث الذي تم واضح جدا بأننا أمام مبنى هنا في الخلف إذا لاحظنا لونه أبيض بالإضافة إلى ذلك بأن هذه هي مساحة فارغة وهنا على ما يبدو وكأنه قش موجود في هذه المساحة الفارغة والآن إذا ذهبنا مباشرة إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين هذه النقطة بالضب سنلاحظ بأننا بهذا الاتجاه بالقمر الصناعي كما نلاحظ بهذا الشكل لو قلبنا الصورة 180 درجة سنأتي إلى هذه النقطة كما تلاحظون بأننا أمام السكة هنا بهذا الاتجاه دعونا نقترب أكثر إلى هذا الاتجاه لكي نأخذ هذه العلامات ونتأكد منها سنلاحظ بأننا هنا أمام ارتفاع هذه الشجرة الأولى هذه الشجرة الثانية هذا هو المنخفض الذي تبين بأنه هو عبارة عن موقف للسيارات وهذه هي كما تلاحظون السقف لطبعا محطة القطار التي تحدثنا عنها تأتي بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك إلى هذا المبنى الأبيض الذي لاحظناه خلف القطار وهذا معناتها بأننا هنا أمام القطار وهذه المساحة المفتوحة وهذا هو القش فالقطارات تم الحادث بهذا الاتجاه وواضح بأن المصور كان يصور من هذه النقطة للقطار وطبيعة الناس المتوقفين هنا وهذا بما معناته بأنه القطارات كانت واحدة من القطارات وما يرجح واحدة من القطارات كانت هي المتوقفة والقطار الثاني اصطدم بها بهذا الشكل المباشر وواضح بأننا أمام خلال فني واضح وبالنسبة للإيرانيين وهم يصرحون ويتحدثون عن هذا الحادث الذي هو طبعا كما هو واضح من الأقمار الصناعية بأننا أمام محطة اسمه الشيدقار هذه هي محطة قطارات اسمه الشيدقار هي موجودة في منطقة معروفة جدا بهذا الاسم بنفس الاسم وبالتالي السؤال الآن الأهم ما الذي جرى هل هو خلال فني فعلا أم ماذا التحقيقات حتى هذه اللحظة بالنسبة للإيرانيين لم تثبت شيئا ولكن أكدوا بأن هناك اشتباها بعدد من الأمور المثير بهذا الموضوع وبما جرى بأنه كان قبل يومين تقريبا كان هناك حادثا آخرا بشكل مثير ضد أيضا مترو للقطارات جاء بهذا الشكل واحترق بهذا الشكل والريبوبلك وولد اهتمت بهذه القضية وذكرت الحادث اليوم اهتمت بها ذكرت الحادث الذي تحدثنا به وهذا الحادث الذي رأيتمونه وهذا يعيدنا أيضا إلى هذا الحادث الآخر اللي صار الشهر الماضي في شبكة القطارات في الداخل في مترو أنفاق إيران في الشهر الماضي كما تحدثنا فجأة تعطرت القطارات وأصبح زحاما كبيرا جدا في شمال العاصمة الإيرانية طهران بهذا الشكل وفي حينها وصلوا إلى نتيجة بأن دوائر الكمبيوتر الخاصة بهذه القطارات هي تعرضت إلى عطل وبعد ذلك كانت هناك أيضا نقل لمعلومات أنه بعد عملية القرصنة والزحامات اللي صارت والمشكلة اللي صارت في الداخل فجأة The Arab Weekly البريطانية بعد يوم مباشرة أكدت بأن الموقع الخاص بوزارة النقل كذلك تمت مهاجمته وأغلق بالتمام والكمال بـ Cyber Attack بهجوم سبراني وعلى هذا الأساس وجدوا ولخصوا الأمر بأن هذه القطارات الشهر الماضي المترو القطارات في إيران في طهران تحديدا تعرضت إلى Cyber Attack هجوم سبراني بالإضافة إلى ذلك أن هذا الأمر أيضا هو صار خلال هذا العام في شهر سبعة من هذا العام وتمت بهذا الشكل وكانت هذه أحدى أهم وأكبر الهجمات التي تمت ضد القطارات الإيرانية التي قاموا من هذه الشاشة التي تلاحظونها التي صورت أوقفوا جميع القطارات وأعلنت عنها إيران بأنها تعرضت إلى هجوم سبراني بهذا الشكل كان الإلغاء لكل هذه المدن التي تلاحظونها في الداخل الإيراني كل هذا عبارة عن إلغاء بالإضافة إلى ذلك أنهم وضعوا رقم هاتف مكتب المرشد الأعلى في إشارة واضحة جدا بأننا نعرف الكثير وبدأوا الناس يتصلون على مكتب المرشد الأعلى فلذلك هناك الكثير من العلامات التي توضح أن ما جرى يوم أمس قد يكون فعلا هجوما سبرانيا تسبب بهذا الحادث لأن هذا الحادث في شهر سبعة نفسه كان من الممكن أن يؤدي أيضا بحسب عدد من التقارير إلى حوادث في القطارات الإيرانية وفي المترو الإيراني على مستوى عدد من المحافظات لذلك لا بد أن لا نستبعد بأننا قد نكون أمام هجوما سبرانيا هنا ولكن المثير بهذا الموضوع أيضا بأنه جاء متزامنا مع زيارة مهمة جدا لمستشار الأمن القومية الأمريكي للرئيس الأمريكي طبعا هذا الرجل جيك سولوفن ذهب إلى تل أبيب إلى إسرائيل والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وبوزير الدفاع وحتى بوزير الخارجية الإسرائيلي في لقاءات مهمة جدا والبيان الذي صدر من البيت الأبيض أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة مع إسرائيل بعدم السماح لإيران للوصول إلى القنبلة النووية ولكن هناك نقطة مثيرة في هذا البيان دعونا نلقي نظرة عليها أكد السيد سولوفن على التزام الرئيس بايدن بضمان أن تمتلك إسرائيل الموارد اللازمة للدفاع عن نفسها بما في ذلك القبة الحديدية أي بما معنى القضية ليست فقط القبة الحديدية بل أن هناك أمور أخرى وخاصة بالحديث عن القضية الإيرانية وهذا قد يلمح وقد يكون تلميحا بتسهيل الكثير من الأمور على إسرائيل قد نكون أمام تسهيل الصفقة المهمة جدا التي تبحث عنها إسرائيل وعدد من الأوساط الأمريكية أوصت بها ألا وهي تسليم إسرائيل هذه الطائرة طائرة البيتو وكذلك هذه القنبلة جي بيو سبعة وخمسين ألا وهي مخترقة القبوة التي تستطيع من ضرب المنشآت تحت الأرض وقد نكون أمام أيضا تسليمهم هذه القنبلة التي هي جي بيو اثنين وسبعين وهي واحدة من أحدث القنابل التي أعلن عنها الجيش الأمريكي عن طريق صحيفة ستارز ان سترايبز مؤخرا لا زالت تحت قيد الاختبارات ولكن قد نكون أمام هذا الأمر كذلك خاصة وأن قبل اللقاء وقبل زيارة جيك سولوبن إلى إسرائيل وقبل صدور هذا البيان تماما بأيام بثلاثة أيام تقريبا النيويورك تايمز وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يصرحوا باسمهم مباشرة صرحوا عن طريق النيويورك تايمز واشتكوا بأنهم غير قادرين إسرائيل غير قادرة على ضرب إيران والمشآت النووية الإيرانية لا إمكانية لديهم بل إن قبل أصلا هذا التقرير كان هناك أيضا شكوى إسرائيلية واضحة جدا من صفقة تمت اشتروا أربع طائرات من هذه الطائرات التي هي تعمل على عملية تزويد الوقود للطائرات الأخرى وهي تعطي فرصة استراتيجية مهمة لإسرائيل للوصول إلى إيران تساعدهم في عمليات الأرضاع الجوي هذه الطائرة هي كيسي 46 اشتروا أربعة منها المفروض يستلموها في عام 2024 طلبوا تقديم طائرتين واستلامها في عام 2022 والإدارة الأمريكية رفضت لذلك قد نكون أمام تسهيل أمام هذه الأسلحة لتسليمها إلى إسرائيل خاصة في الفترة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة وفي حكومة نفتالي بين التحديدا كنا نسمع بخلافات بين الإسرائيليين والأمريكيين ولكن تسريبات من موقع أكسيوس الأمريكي من أربعة مسؤولين إسرائيليين كانوا موجودين مباشرة مع جيك سوليفن صرحوا من دون لموقع أكسيوس صرحوا من دون ذكر اسمهم بعدد من التفاصيل التي تؤكد بأننا قد نكون فعلا أمام هذه السقة وأنها تمت على الطاولة وهذا ما قالته الأكسيوس عن طريق مسؤولين هنا مسؤول إسرائيلي كبير للمرة الأولى فهم الطرفان بعضهم البعض حقا فبمرور الوقت كان هناك نضج من كلا الجانبين ونشعر بالاطمئنان بعد اليوم فجأة ليس هناك خلافات بالإضافة من مسؤول آخر أيضا فيما يتعلق بإيران فإن إدارة بايدن في وضع أفضل مما كنا نتصوره وأن الفجوات السياسية أصغر مما كان يعتقد سابقا وأكسيوس في العادة هي تأتي بالخلافات وتسرب الخلافات والمشاكل هذه أول مرة تتحدث عن تقارب هائل جدا موجود في هذه النقطة ولكن هذا لا يعني بأن الخلافات ذهبت ولم تعود هناك خلافات لا أبدا بل أن هناك خلافا حول طبيعة قضية كيف ستتعامل إدارة بايدن في الفترة القادمة في الاجتماعات القادمة في الفترة المتبقية من مفاوضات فيينا لذلك ذكرت بأن جيك سولوفن أثناء الاجتماع مع الإسرائيليين تحديدا مع نفتالي بنت ووزير الدفاع الإسرائيلي وكذلك مع وزير الخارجي الإسرائيلي قال جيك سولوفن لهم لدينا ثلاثة خيارات مع إيران الخيار الأول أن نعود إلى الاتفاق النووي بنصه كما هو في عام 2015 ولكن المشكلة بحسب موقع أكسيوس أكد بأن جيك سولوفن استبعد هذا السيناريو نهائيا ووجده بأنه السيناريو الأضعف أما الأمر الثاني فهو التجميد أمام التجميد بما معنى قد نتوجه إلى اتفاق مؤقت نجمد فيه عددا من العقوبات مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم الذي يتم الآن بنسبة 60% الآن كم سينخفض هذا التخصيب لليورانيوم لا نعلم لم يذكر هذا الأمر ولكن التجميد مقابل التجميد مؤقتا لكي نصل إلى الاتفاق النهائي الذي نبحث عنه والخيار الثالث هو عدم وجود أي اتفاق نهائيا مع إيران ودمار القصة كاملة وفشل مفاوضات فيينا وتوجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى عقوبات ضد إيران مشكلة إسرائيل في هذه القصة هي في الأوبشن الثاني ألا وهو التجميد مقابل التجميد الإسرائيليون اعترضوا بحسب موقع اكسيوس اعترضوا تماما على هذه القضية وقالوا بالنسبة إلينا وتحديدا وزير الخارجي الإسرائيلي يائر لابد هو الذي قال إلى جيك سولفن قال نحن نتعامل مع إيران وكأنها لا تخصب بنسبة 60% لا أبدا بل أننا نتعامل معها وكأنها تخصب بنسبة 90% والخيارات مفتوحة بالنسبة إلينا فلذلك هذه كل هذه الخلافات واضحة جدا ولكن أيضا هناك قصة أخرى كشفت من رويترز بشكل مفاجئ يوم أمس عن قضية جرت في العراق عندما كانت هناك محاولة اختيال لرئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بطائرتها مسيرة قاصفة فاشلة طبعا هذه العملية كانت بهذه التفاصيل هي كشفت يوم أمس بأن اسماعيل قاني بعد عملية ومحاولة الاختيال عندما وصل إلى بغداد مباشرة التقى بقيادات بقياديين اثنين من هذه الفصائل المسلحة الموضوعية والي لإيران ووبخهم بشكل كبير وقال بأننا نرفض تماما ما تفعلونه وبالتالي لا تصعدوا في العراق نود أن تكون الأمور في العراق هادئة لكي نعود إلى المفاوضات النووية ونريد أن نحافظ على فرصنا في المفاوضات النووية لذلك كلانك على ما يبدو أيضا أملا في هذه القصة ويبدو أن إيران أيضا ملتزمة بقضية نجاح المفاوضات النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر